سدد وزير الخارجية الأمريكية مايك بومبيو على ضرورة عدم الخلط بين من قام بالهجوم على السفارة الأمريكية والمتظاهرين العراقيين الذين يطالبون بحقوقهم المشروعة وقال بومبيو في تغريدة إنه لا ينبغي الخلط بين الهجوم الذي وقع ضد السفارة الأمريكية وبين الجهود المشروعة للمتظاهرين العراقيين الذين كانوا في الشوارع منذ تشرين الأول يعملون لصالح الشعب العراقي لإنهاء الفساد الذي يصدره النظام الإيراني وفق قوله